عشبة القبار وتسمى ايضا بالاصف او الكبار او الشفلاحة هي شجرة معمرة صغيرة تستطيع النمو والعيش في اشد دروف البيئية قصوى كالحرارة العالية جدا والجفاف والملوحة وهي نبات شوكية تميز بجذوره الكبيرة القوية التي تمتذ الى امعق الارض واغرقه الدائرية الشكلة وازهاره البيضاء التي تميل الى اللون البردي بنبات باريه فيع نبيا وشكلها مثل فاقية الاجرس او الكتمر ويوجد من هذا النبات حوالي 15 نوعا وتتمت عشبة القبار بنكالاذعة الى جانب العديد من الفوائد الصحية ويتم استخدام على نتاق واسح سواء كبارات للطعام او كعلاج نظرا لما تحتويه من عدة فيتامينات ومغذيات وفي هذا الفيديو ان شاء الله سوف نتعرف على فوائد عشبة القبار بالاضافة الى اضرارها واثارها الجانبية تحتوي عشبة القبار عن سب كبير من مادة الروتين والتي تستخدم الحفاظ على صالبة وضرار الشعيرات الدموية ولدعم الدورة الدموية ايضا لذا ينصح بتناول القبار في حالة الاصابة ببعض المشهلات المتعلقة بالاوي الدموية مثل الواسير والدوال الوريذية والتشنج العضلي وتورم الكاحل اشارت احدى دراسات الى ان تناول رجال لمستخلص اوراق عشبة القبار بكمية محددة يمكن ان يساهم في تعزي الصحة الحيوانة المنوية من خلال تحسين حركتها وزيادة جودتها وحيويتها كما ادار الدراسة اخرى ان استعلاق مستخلص عشبة القبار قد يزيد من مستوى هرمود ديستوسيرون المسؤول على الصفات الدكورية والصحة الجنسية في الجسمة مما يساهم في تحسين الصحة الانجابية يعد من الاطعام الغنية بالالياف الغذائية التي تعمى تنظيم حركة الجهاز الهضمي ويقيم من الاصابة بالمشكلة الهضمية مثل الانتفاخ والامساك وقد يساعد ايضا الى حد من المخاطر الاصابة باورم القلونة حيث تشير عدة دراسات الى ان تنور القبار مع اللحم الحمراء يساعد لمعادلة الاجادة الاكسودي التي تسبب عملية هضم الدفومة ويسبب الاجادة الاكسودي تلف الحمض النووي داخل خلال الجسم والذي بدوره قد يزيد من مخاطر الاصابة بالاورمة من فويد عشوة القبار الصحية انها قد تساعد في علاج فقر الدم وذلك بسبب احتواء عالى كيمياء عالية من الحديثة الذي يشجع بذوره على تكوين الامقلوبين في الجسم وهو المسؤول عن نقل الابسجين الى الخلايا المختلفة كما انها تحتوي عن سبع الامن فيتامين سي الذي يزيد من امتصاص الحديثة يحتوي القبار على العديد من الاصر الغذائية الهامة التي تسايم في الحفاظ على صحة العظامة مثل الكالسيوم والميلانيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين كي ويساعد فيتامين كي على تقوية العظامة ويحول دون فقدان كتافة العظامة لذلك فتناول الكبار بانتظامة قد يساعد في الحماية من الاصابة به الشاشة العظامة اوراق نبات القبار وجذور القبار تستخدم لعلاج الديسك والانزلاق الغضروفي وذلك من خلال اخذ الجذور او اوراق هذا النبات وتقطع ثم تطحن او تفرم فرما ناعما ويمكن استخدام الخلط الكهنبائي لهذا الامر وبعد ذلك يضاف القليل من الماء وتوضع على مكان الديسك على يالتي لبخات بموتة 40 دقيقة او حسب قدرة المريض على تحمل حرانتها يوعد طبار من الاشاب المفيدة لمرضى السكري لاحتوائي على مواد كيميائية تحافظ على نسبة السكري في الدم وبالتالي السيطرة بشكل فعال على ذا السكري حيث وجدت دراسة اجلت عام 2017 على المستخرص المائي لبراعم القبار يساعد لخفض السكري التم لكن ومع ذلك لا يصح بتناول القبار في حال استخدام ادوية ذا السكري الا بعد استشارة الطبيبة وذلك لتجنب الانخفاض الشديد لمستوات السكري في الدم يعد التهاب احد الاليات التفاعية انت يستخدم الجسم للدفاع ضد اي اجسام غريبة لكن استمرار الالتهاب على المدى الطويل قد يؤدي الى امرصة اجرت عام 2016 الا ان القبار يحتوي على مواد كيميائية مثل الروتين والكاتيشين تساعد لتطبيق التهاب وقد تمنى حدوتي يحتوي القبار على مضادات اكساد عديدة مثل فيتامين سي والبيتاكروتين لذلك فقد يساعد في الحد من بعض اعراض مصاحبة للحساسية الجن مثل تهيج البشرة وايضا حساسية الصدر مثل القباض القصبة الهوائية من فوائد عشبة القبار ايضا اضافته على نداق واسع في منتجات العنعية بالشعر لانه غاني بفيتامين بي المعروف بتنشيط التورة الدموية وبالتالي تغذية بصيرات الشعر ومنح الكتافة واللمعن وضب الاساس للتمتع بشعر صحي لذا عشبة القبار القدرة على مكافعة الشيخوخة فهي تحتوي عن سمع اليم المضادات الاكساد التي تحارب اعراض الشيخوخة مثل التجاعد وارتخاء الجلد كما تساعد في التخلص من السموم والمواد الضارة بالجسم الاشخاص الذين يستعيقون بانتظام الفلفونويدة مثل كريستين اقل عرض للاصابة بمرض سايمرة وقد ينتج هذا الخطأ الخفاظ مضادات الاكسادة الطبيعية والخصائص المضادة التيابات وهو ما تقم منه نبتة القبار قد يساهم استخدام عشبة القبار في التخفيش من الوزن الساعدة فهي تحتوي عن سمع اليم من الاليافة اضافة الى عدد سعرات منخفضة مما يساعد في خفض الوزن ونبات القبار محمل بالنكهة ولكنه منخفض في السعرات الحرارية مما يجعله اضافة ممتازة لنظام غذاء الصحي لفقد الوزن بالنسبة لبعض اشخاص فقد يفيد فقد الوزن صحتهم العامة لا توجد جرعة محددة او متلية لاستخدام عشبة القبار او الكبار فقد تختلف الجرعة المطلع حسب العمر والحالة الصحية واحتياجات الفرد كما ينبغي على الاشخاص الذين يؤنون من حالات صحية خاصة او يتناولون ادوية معينة ان يستشير الطبيب قبل تناول اي مكاملات غذائية بما في ذلك نبات الكبار للحصول على توصيات شخصية تحتوي نبتة القبار على مكونات قوية مثل الالكالويدات الاتروبانية بما في ذلك هيوسكيامين وسكوبولامين وأتروبين تلك المكونات قد تؤثر على الجهاز العصبي المركزي وتسبب تغيرات في الوعي والتصرف قد يتسبب استهلاك القبار في حالات تشوش الرؤية وتشويش العقلي والهلوسة والتواهم والقلق والتشنجات يجب مراقبة مستويات سكر الدم بشكل مستمر عند استخدام القبار من قبل مرضى السكري وذلك لاحتمالية تأثيره في مدى قدرتهم على الحفاظ على مستويات سكر الدم ضمن الحد الطبيعي إضافة إلى أن هذه العشبة قد تتداخل مع الأدوية التي تقلل مستويات سكر الدم لذلك يجب الحذر من استخدام هذا النبات في حال كنت مصابا بداء السكري يجب الانتباه إلى أن نبتة القبار يمكن أن تكون مثيرة للتعود أو الإدمان حيث يمكن أن ينشأ الرغبة في تجربة تأثيراتها النفسية والتعود على استخدامها بشكل مستمر مما قد يؤدي الاعتماد على القبار كعلاج لفترة طويلة إلى مشاكل صحية واجتماعية خطيرة أيضا الخاضعون لعملية جراحية يمكن لتناول عشبة القبار أن يؤثر في مستويات سكر الدم مما قد يؤدي إلى التعارض مع درجة السيطرة على مستويات سكر الدم أثناء العملية الجراحية وبعدها ولذلك يجب التوقف عن تناول عشبة القبار قبل أسبوعين على الأقل من موعد الجراحة المقرر اشتركوا في القناة